اخواني اخواتي بكل فرح وصرور نعود اليكم مجددا في قناة ابا ختم وفاس اخواني اخواتي على بركتي الله ستشاهدوا معي واحد الفيلا رائعة جدا واحد الفيلا ستيل ديالها ستيل عصري مودرن جميل جدا كان عندنا بحالة ستيل في طريق اموزار تم البيع مما شئت لها وتصل بنا بزاف ديال الناس اخواني اخواتي هاد الفيلا الرائعة اللي كتواجد بحضائق البادية طريق عين شقف قريبة المشجد الكبير اللي كتواجد في طريق عين شقف اخواني اخواتي المساحة ديالها اللي كتواجد في قلب تيتر الارض هو مئتين وخمسين متر اللي كتواجد في الارض اما اللي مبني ثلاثة ديال الطوابق كل تبقى فيها مئة وخمسة وعشرين متر اللي كتواجد في قلب تيتر إخواني أخوتي على بركة الله شاهدوا معي هذه الفخامة ديال هذه الفيلة اللي كتبع بكل ما فيها كيتواجد فيها من أتات من ديكوراسيون من كل ما هو متواجد في هذه الفيلة للبيع إخواني أخوتي فيلا رائعة جدا فيلا من الطراز الرافع لعشق الفخامة والضخامة فيلا تبنت على يد السيدة يعني ابنتها على حقها وطريقها تتشاهدوا معي أخوتي دخلنا مباشرة من المدخل الرئيسي لقينا ريتشوسي اللي فيه جميع الصالونات يعني فيه الصالونات في الدخيلة ديال الباب كتشوفوا معي هات الصالون البلدي الرائع جميل جدا اللي متروز بهات الطرز الرافع كتشوفوا قبلتكم شي حاجة أصيلية وشي حاجة جميلة أخوتي تبارك الله ما شاء الله على صاحبة هاد الفيلة وصاحب هاد الفيلة عطاها حقها ودالها ستيل جميل ورائع الرخام من بداية ديال الفيلة حتى الاصطح ختي فيلا زوينا في موقع راقي في مدينة فاس الحمد لله تنجبوا تنجبوا لكم أحسن ما كيتواجد في مدينة فاس وهدي بشهادة ناس اللي متابعيننا إخواني أخواتي الآن أبغتموا فاس اللي بغى هاد الفيلة كتوريها لكم دائما كنقولوا شعارنا لمشرة يتنزه يعني هاد القناة ماشي ضروري إنسان اللي دخل راهي شوف باشي باشي شري كان أخذوا أفكار جميلة وكان نوليو عشران أحباب في هاد القناة هذه ونأخص الناس اللي تسهولوا علينا من كل ناحية في المغرب إخواني أخواتي شاهدتوا معايا ستيل البلدي اللي جميل بالطرز ستشوفوا معايا هاد القلصة الرائعة والجميلة بهاد لونوار اللي جاي أصغتي مع هاد ديزاين الجميل ليعطي جمالية رائعة لهاد الفيلة هاد شميني شوفوا الطريقة باش صوبوا هاد شميني جاي طالع حتى الفوق بهاد ديزاين الرائع وخصوصا في الليل كيعطي منظر جميل بهاد الليد وهاد الزخرفة الجميلة والرائعة إخواني أخواتي لا عجبتكم هاد الفيلة وبغيتوا تواصلوا معنا وتعرفوا أكتر المعلومات ما عليكم إلا تواصلوا معنا عبر الهواتف ولا لقيتوا الضغطات دائما تنقولها في الفيديو يعني إلا لقيتوا الضغطات على الهواتف رحنا مشي مكان جاوبكمش رحنا الله يحصل لعوان عندنا ضغوطات على الواتساب وكذلك ضغوطات على الهواتف بربعة إخواني أخواتي خليوا لي رسالة وأنا غنجاوب بخوتي هنا كتشوفوا عوتاني ستيل عصري موضغن يعني إحنا ما زالي كانت واجدوا في الصالونات ما زال كانت متعوكم بجمالية الصالونات كل شيء إليكتريك تهبطوا يطلع بدو والجمال اللي زيد هاد ريتشوسي يعني هاد الفيلة كاملة وهو كليماتيزور سوند خاليزي بالإضافة أنها مزودة بكاميرات وجهاز الإنظار هنا تشوفوا تبارك الله ما شاء الله لعبوا على هالستيل الأبيض والأسود اللي يعطي واحد لوغو غزال لهاد الفيلة وكذلك الديزاين اللي كيتواجد في الصقوفة خوتي تهوى بالبيض جاي ممتاز هنا خوتي المدخل الرئيسي اللي دخلنا منه كين القاراج ديال الطنوبيل بالإضافة الدخلة الرئيسية اللي منه وراء بهاد جريدة صغيرة المدخل جاي رائع والباب خوتي اللي كتشوفوا ستيل دياله هو هادا تبارك الله صحيح تتشاهدوا قبلتنا وكين واحد المنظر اللي جميل خوتي جاي وراء الباب تهوى بالإضاءة دياله وجاي مزيون هنا خوتي شاهدتوا معايا الجمالية ديال هاد ريتشوسي غادي التحقوا مباشرة تشوفوا معايا التحس يعني نهبطوا اللاكاب أو القبو وقبل ما نهبطوا غادي تشوفوا بأنه كين هنا يا طوالت وكين كذلك الفاسك اللي كتشوفوا قبلتكم بهاد النوعية ديالتح جريد وكين كوزينة هنا كوزينة الأولى اللي كتواجد في قلب هاد ريتشوسي يعني ما زالة كوزينة رئيسية لتحت وشميشة خوتي دخلها حتى القلب الفيلا كاملتين كل شي الصانيتر من نوعية الرافعة الفيلا جديدة معمرها تسكنت بحكم أن أمالها من الجالية المغربية وكل شي انكاستخي يعني بلاهود بالبلاك بكل شي هادول هبطات ديال الدروج اللي غتشوفوهم معايا حتى هما برخام حتى هما جايين أسوقتي مع الديزاين اللي كيتواجد كامل في الفيلا اخواني اخواتي هبطنا القبو اللي غتشوفوا فيه واحد الحمام رائع بلدي غادي نوريه لكم حتى هو قبل ما نوريكم غادي تشوفوا قليصة جميلة هي اللي كتخرجنا مباشرة للجريضة والمسبح شاهدوا معايا كذلك القلصة المنورة هدا في الصيف كيكون رائع مبرد الناس ما تتسخش طلع من هاد القبو حتى شي برودة ما فيه اللي جا غادي يشوف بأم عيني كتشوفوا قليصة حتى هي رائعة خوتي ديزاين مختلف ديال القلصات وكذلك طبل مونجي للأكل والشرب حتى هي ستيل زوي ون خوتي بهاد الوين الابيض واي بيت خطير فيه تلفزيون وكين التحت هنا في هاد القبو كين الكليماتيزور كتشتشوفوه قبلتكم وهاد ديزاين الرائع اللي جاي بهاد الخشب اخواني اخوتي بغرطني هاد الفيلة الرائعة كانت منت انتم معو الشاق كانت ابرتم وفات انها تطربكم وتعجبكم خوتي وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وتقولوا واش هاد الفيلة تستحق هاد الوصف اللي اعطيتها هنا اخوتي كين الخريجة ديال اه جريضة اللي غا خرجو لها مباشرة كتشوفوها معايا جليسة هنايا كتكون في الصيف رائعة جدا وكين المسبح اللي كتشوفوه دابا حاليا مغطي تهوا كيعطي منظر جميل كتشوفو العلو ديال الصور يعني عالي حتى الانسان الى كان وليدته هنا تي عمو فياخدو راحتهم اخواني اخوتي كتشوفو معايا هاد الواجهة ستيل ديال الصور ديال السجورات بالاضافة لهاد ديزاين جميل اللي كيتواجد في هاد السجور هاد البلاتينيا رايجة التحت في القفو كتشوفو در هاد النوع ديال البلاتينيا اللي جميلة خوتي كاميرا كتشوفوها معايا ديال لانترفون هنا كندخلو لشونبغ الاولى اللي كتواجد في القفو فيها حمام وفيها بيت النعاس اللي كيخرج مباشرة لبيسين هذا البيت الاول اللي كيتواجد في القفو فيها ربعه ديال الغرف هنا كتشوفو معايا البيت الجميل اللي يخرجنا مباشرة لطرس اللي كتواجد على بره اخواني اخوتي الناس اللي هاتفونا وبغاوا فيلا في هاد الموقع هذا معلهم الا يعودوا هاتفونا بحكم انهم كانوا اتصلوا بيا شي وحدين وراني انسيت تكون اتصل بيا ما قيش الهواتف ديالهم كانت مننا الى كانوا امتبعين يشوفوا هاد الفيلا هادي ومرحبا بهم الكوزينة خوتي اللي غاتشوفوها معايا كوزينة رائعة جدا كوزينة اللي كبيرة تبارك الله ما شاء الله كل شي فيها تشوفو فيها خوتي يعني هاد الفيلا هادي اللي تنقول لكم دابا راح تشي حاجة ما هي تهز منها يعني كل شي غيبقى في بلاستو كتشوفو معايا تلاجة واخداء المكان ديالها كل شي اونكاستخي كل شي ايكيبي لا بلا هوت لا بميكرو ووند لا بأي حاجة خوتي كتشوفوها في هاد الفيديو راح تبقى في هاد الفيلا شوفو معايا خوتي الجمالية ديال كوزينة كبيرة ما شاء الله بهذا اللون الاسود والابيض اللي عاطيها منظر رائع هاتشوفو معايا ان كل شي جديد كيف ما قلتكم خوتي السيدة ابنتها على ايديها يعني اللي يعطيها صحة لها لموضر ديالها هنا شاهدتوا معايا الديزاين ديال الكوزينة والفصالة ديال الكوزينة غادي تشاهدوا معايا واحد الحمام اللي جاي رائع جدا خوتي اللي طربني كتير حمام بلدي غزان كندخلوا بعدها تشوفوا معايا هنا يا القليصة فين كيرتاح الإنسان تشوفوها معايا واجي تشوفوا معايا الحمام بهذه الجمالية ديال الزليج اللي رائع كامل اللي الانسطالسيون ديال جعابي ديال ديال النحاس ضايرين عليه كامل في الأرض في الحيوط يعني في الجنب واللي اعطاها الجمالية وهذا اللون الجميل الأخضر اللي غزان يعني حمام بلدي معتبر بسقايا ديالو خوتيك تشوفوها بلدية رائع جدا وجميل جدا إخواني أخواتي شاهدتوا معايا القبو اللي كيتواجد فيه بيت وكيتواجد فيه صالون والكوزينة وكذلك الحمام وكين أخوتي هنايا ديبرة من تحت الدرج وكذلك كين الطوائد وكين الفسق رائع اللي كتشوفوه معايا بالديزاين يعني هاد السيدة هادي لعبت على الخشب واللون الأبيض واللون الأسود كتشوفو احتهد هاد الليد اللي طالع مع هاد دريجة ديال الرخام بهاد نحاس تهوى اللي طالع على الدريجة جاي جميل جدا تي عبر على الأصالة المعاصرة ديال مدينة تفاس شاهدتوا معايا ريتشوسي شاهدتوا معايا القبو غادين طلعوا إن شاء الله باش شاهدوا معايا الغرف المتواجدة في الطبق الأول هنا إخواني أخواتي طلعنا الفوق باش شاهدوا معايا كين كليماتيزو صند خاليزي ديال البيوت وكل حاجة مكتوبة بسمية ديالها كذلك حتى الفوق كين لانتلفون كاميرا وغادين تشوفوا معايا الغرف الجميلة اللي كتواجد في هالطبق هنا غتشوفوا معايا غرفة ديال الوليدات اللي بمجرد أننا كندخلوا لها كيل باركي في الأرض اللي جاي أصغتي مع النوع ديال البيبان وكذلك هالديزاين ديال البنيتات اللي جاي جميل جدا بالإضافة البلاكار اللي رائع هناك تشوفوا البلاكار معايا وكذلك البالكون اللي عنده الإطلالة جاي على الدخلة ديال الباب الرئيسية هو بالكليماتيزور دياله يعني الإنسان اللي جاء إن شاء الله بحول الله كانت له منصيب دياله هادي دخل غيش منطاته وستفون في البلاكار وفيلة رائعة مهدات لكم خوتي اللي بغاها يعني غزالة ما شاء الله هناك تشوفوا الحمام الأول اللي كيتواجد في هالطابق حمام طالياني فيه الفاسك وفيه جاكوزي بالإضافة كين خوتي طوالت اللي كتشاهدوها معايا من هناك خوتي قلت لكم غادي تشوفوا طليلة الجميلة اللي غاتشوفوها قبلتكم جاية رائعة شوفوا على منظر جاي عجيب من التحت جاي رائع جدا البيوت كاملين أو الغرف كاملين عندهم البركي في الأرض جاي أصورتي معا النوعية ديال الخشب اللي كيتواجد في قلب الفيلا شوفوا معايا الضخمة ديال الغرفة ديال الوالدين أنها مساحة كفبرا ما شاء الله كتشوفوا الدخلة الأولى تشوفوا معايا البيت كيف عمل بالإضافة أنها عنده بالكون وكتشوفوا النوعية ستيل باش مصوب ستيل رائع موضغن هذا البالكون أرواع أنه رائع خوتي من الداخل بالضو دياله يعني بالسفوت دياله بالتجير دياله مصوب نوعية جميلة خوتي ورينكم بعدما استشرنا مع الناس أصحاب الفيلا هذا الحمام اللي كتشوفوا محايا حمام غزال كتشوفوا النوعية السانيتير كيف دايرة انكاستخي ستشوفوا خوتي بحكم أنها ممسكونا سدين الماء نوعية ديال الجاج اللي دايرين بالإضافة الدخلة ديال الحمام وهذا هو السرجم اللي قتلكم سرجم شوفوا قداش كبابر شوفوا السرجم اللي كيدخل التهوية لقلب الحمام شوفوا شحل كبير والإطلالة ديال جاية مباشرة على الدخلة ديال الفيلا إخواني أخواتي شاهدوا معايا هاد البيت اللي فيه دغيسينغ فيه حمام فيه بالكون فيه كل ما كيتطلب الإنسان في البيت دياله تليفزيون كليماتيزور غادي تشاهدوا معايا الغرفة الثالثة يعني خوتي فيه الفيلا كين ربع ديال الغرف هذا آخر بيت كتشوفوا المساحة دياله كبير هاد الوليدات أو هاد ديزاين اللي دار يقدر ستيل بنيتات وستيل أوليدات كتشوفوا هاد اللوحة اللي دير على الرأس ديال بيت نعاس خوتي هاد ره البابي اللي بغا يخليه جاية مزونة جاية رائعة عاطية واحد الجمال يال بيت واللي بغا يزولو كل واحد والضوق دياله حتى هو فيه بلاكار كبير شميش خوتي دخلة مجوج الواجهات لا لعلى لكور ولا لعلى دخلة ديال الباب كين بيت في السطح مصوب بالاليمينيوم اللي كيتواجد فيه يعني اللي بغا يخلي او اللي بغا يدير فيه مسائل دياله اللي كتكون زيدة خوتي اللي بغا اي حاجة بغا تدير فيها مكين الصاب اللي بغا تدير الانستلاتيون دياله راه طالع ضو والماء حتى السطح اخواني اخوتي فيلا جميلة ورائعة خوتي صرحة الله ما شاء الله عليها فيها ميتين وخمسين متر اللي كتواجد في الارض واللي مبني كل تبقى فيها مياء وخمسين على ثلاثة ديال المرات اخواني اخوتي هاد الفيلا بكل ما شاهدته وكل ما شاهدته اللي جاء بغا يجي شوفها وخلينا شي حاجة يعلم الله شدينها ولا ما شدينها نحن نادرنا المجهود ديالنا وعطينا تصوير حقه ولكن كان بعض الاشياء اللي تيجي الانسان كيدقق فيها يعني كان ديروا ما باستطاعتنا غادي تشوفها مباشرة بعينكم تمن ديال هاد الفيلا بكل ما فيها وهو 300 مليون تمن البيع النهائي بس صاحب هاد الفيلا تستحق صراح الله فيلا جميلة مبنية على يد السيدة يعني اعطتها حقها ما شاء الله اخواني اخوتي دائما أبخطم وفاتة متعكم بالأجمل وكان شكركم على التعاليق ديالكم جميلة كان شكركم على البصمة ديالكم الرائعة وكان قلكم هذا المنبر عواش لكم بركاء ورمدان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته